ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة تصابق مصر الزمن للانتهاء من التجهيزات الأخيرة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مع انتقال أول دفعة من الموظفين الحكوميين هذا الصيف وقبل الافتتاح الرسبي للمشروع وتم تصميم المدينة لتعمل بالتكنولوجيا الذكية على مساحات شاسعة جديدة بعيدا عن الازدحام الشديد في العاصمة القاهرة فعلا احنا بنجهز الافتتاح العاصمة الإدارية بإذن الله في نهاية هذا العام واعتبارا من شهر يوليو تقريبا هنبدأ في انتقال الموظفين تباعا كده حتى نهاية العام اللي هو موعد الافتتاح وسيكون هناك خط سكة حديد يمر عبر منطقة تجارية حيث أوشكت عمليات التجهيزات بشأنه من الانتهاء كما سيتم إنشاء حديقة كبيرة بطول عشرات كيلو مترات وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع بخمسة وعشرين مليار دولار للمرحلة الأولى كما سيتم توفير حافلات لأول خمسين ألف موظف مدني من المتوقع أن ينتقلوا إلى العاصمة الجديدة تطلق خطة شغال فيها وزارات مصر كلها مش بس وزارة الإسكان يعني وزارة النقل بتقوم دورها عشان تتحدد مسارات للمواصلات العامة والسيارات اللي هتبقى منفصلة عن حركة الانشاءات هنحرك عندنا انشاءات مستمرة عشرات السنين لسه في المراحل اللي بعد كده فهيبقى في حكومة موجودة بتتحرك بكثافة في وقت العمل وانشاءات شغالة ما بتقفش على مدارة 24 سنة هذا وقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى إبطاء التقدم في المشروع والانتقال إلى المدينة وفقا للجدول الزمني الذي تم الكشف عنه مسبقا ومن المتوقع أن تستوعب المدينة التي تم الانتهاء منها ما لا يقل عن 6 ملايين ساكن بحيث ستصبح مرحلتها الثانية والثالثة السكنية إلى حد كبير من ناحية غالية تبقى غالية في طبقات هتقدر تعطينا في ناس تاني مش هتقدر تعطينا في ناس تبقى ثم لو راح هناك هيفضلنا شوي يعني في ناس مرتبها ضعيف المرتب على قديها هتقدر تعطي في المبابة في الجيزة في بلاء كده يعني ورغم تخوف البعض من احتمالية التكلفة الباهظة للوحدات السكنية في المدينة الجديدة إلا أن الطرح بشأن تقليل الازدحام في القاهرة يجد تأييدا كبيرا في الشارع المصري